على الرغم من الارتفاع الذي شهدناه في الأرباح وفي إرادات شركة تويتر تفوقت في بعضها على التوقعات ولكن لازلت هذه الشركة تهاني دعونا نذهب بجولة حول أرقام نتائج شركة تويتر وأين هو الضعف الذي تشهده الشركة بداية مع أرقام الإرادات والأرباح ربحية السهم لنسبة لتويتر جاءت عند 15 سنة تفوقت على التوقعات ونامت بأثم المئة في المئة عن ربع الأول لعام 2015 وتفوقت بشكل واضح على التوقعات التي كانت فقط عند 10 سنة كذلك الأمر بالنسبة للإرادات شهدنا النمو واضح بالنسبة للإرادات ولكن جاءت دون التوقعات التي كانت عند 608 مليون دولار لعربع الأول من العام 2016 طبعا بالنسبة لتويتر معظم المبيعات تأتي من الإعلانات شهدنا النمو ب37 في المئة عند 531 مليون لعربع الأول من هذا العام أرقام تعتبر إلى حد ما إيجابية لنشهد نمو ولكن الضعف يكمن في عدد المستخدمين الشركة تعاني منذ العام الماضي في رفع عدد المستخدمين لهذه المنصة التويتر منذ الربع الأول الرقم كان قريب جدا من 300 مليون ومنذ العام تقريبا بعد عام استمر هذا العدد بقرابة 300 مليون لم نشهد نمو كبير في عدد المستخدمين وهذا قد يؤثر على أرقام الشركة خلال الفترة القادمة وحتى شهدنا التوقعات بالنسبة لأتويتر بدأت تتراجع نسبة توقعات الشركة للإرادات الربع القادم الربع الثاني 590 مليون إلى 610 مليون ولاحظوا هذا الفارق بين توقعات المحللين التي كانت عند 678 مليون وهنا أيضا نشاهد ضعف واضح بالنسبة لتوقعات الإرادات لخلال الأربع القادمة بالنسبة لهذه الشركة التي كانت تعاني منذ فترة ولا زالت تعاني ولذلك سهم الشركة هوى بقوة بعد أعلان النتائج